فنبول الحقيقة بال من مشروعات اعتقد في قطاع مياه الشورب والصرف الصحي وهو عقد تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لأبو رواش أبو رواش دي طبعا حاركم عارفين أنها من أكبر المحطات الموجودة النهاردة على مستوى الجمهورية حتى دي متنفذة من مدة طويلة جدا كانت الطاقة بتاعتها واحد واثنين من عشرة مليون متر مكعب ودي معالجة أولية طبعا احنا معها النهاردة الدولة وسياسة الدولة أن احنا عايزين نوصل بهذه الموضوع للترشيد استهلاك المياة وإعادة استغلام المياة مرة أخرى كانت توجه أن احنا بنوصل بمحطات المعالجة بتاعتنا إلى المستوى اللي احنا بنقول عليه مستوى معالجة سنائية متورة أو معالجة سلسية حتى لما تكون المياة حتلقى على ترع أو مجاري مياه بتاعتنا النهاردة يمكن محطة أبرواش اللي احنا حنعمله إن احنا حنحول المليون ومئتين متر مكعب يوم من معالجة أولية إلى سنائية مطورة هنضيف توسعات جديدة بحوالي ربعمائة ألف متر مكعب برضو هتبقى سنائية مطورة فبحيس هيبقى إجمالي المحطة كلها واحد وستة من عشرة مليون متر مكعب في اليوم أهمية التوقيع أن احنا مضينا العقد أو الإسناد هذا المشروع يمكن من كم شهر مع معالي رئيس الوزارة لكن النهاردة بداية تنفيذ العقد لأنه كان في بعض الإجراءات لتوفير التمويل انتهت ما بين الوزارة والبنوك الممولة وهيبتدي تنفيذ العقد 1 يونيان شاء الله احنا عندنا التزام تعقود ينخلص مشروع في 36 شهر وفيه جزء يتسلم بعد 24 شهر بعد التنفيذ احنا المنطقة دي بتخدم 6 مليون مواطن وزي ما قال سيادة الوزير بيعانوا من بعض المشاكل البيئية في أيام السادة الشتوية احنا بنأمل ان احنا بعد ما نخلص ان معالجة المياه تراجع المنطقة دي تبقى منطقة صديقة البيئة وان احنا بنحسن جودة الحياة لستة مليون مواطن عايشين في منطقة ابو رواش المشروع مشروع مهم جدا انه بيخدم حوالي تسعة مليون مواطن من محافظة الجيزة المشروع بيتحول من معالجة ابتدائية لمليون ومتين الف متر مكعب في اليوم الى مليون وستمائة معالجة ثانوية متطورة بمعايير المعالجة الثلاثية المشكلة كانت ان احنا بنصب الكلام ده على مصرف بركات اللي بيوروح مصرف عبد الرحمن في مصرف الرهاوي في نهر نيل فرع رشيد النهار ده لما نحاول المعالجة دي يعني تنزل مية نظيفة نقدر نستخدمها في الزراعة نقدر نحافظ على صحة الناس نقدر نحافظ على تقليل التلوث في كل حاجة فمشروع مهم جدا جدا وده كان من اهم مشروعات كان مفروض ننفذ من زمان بس الحمد لله ان ربنا وفقنا وخلصنا دلوقتي ونبتلي فيه ان شاء الله في واحد ست ان شاء الله حياة الناس هي مش الناس اللي عايشين في المنطقة بس احنا بنتكلم على كل الناس اللي على نهر نيل ان احنا ننظف المية وننزل مية نظيفة اولا الناس اللي حوالينا بيستخدموها احيانا المية دي في الزراعات وده يمنعهم من استخدام مية وحشة في الزراعة تبقى مية نظيفة حتى لو استخدموها في الزراعة مفراش مشكلة وزي ما قلنا المعالجة الثانوية لها تبقى لكود انواع زراعة معينة طبعا دي وزارة الزراعة بتتولى موضوع الزراعة والبيئة بتحث ان هم ما يزرعش غير الانواع دي في المعالجة الثانوية لما بتوصل مية لنهر رشيد مية بتبقى مية نظيفة نقدر نستخدمها في الرأي ووزارة الرأي تستخدم المية ونستفيد بالمية بعد ما احنا بنرميها كده ونستفيدش بيها العقد اللي تم توقيعه النهاردة جزء من اتفاق الحكومة في فبراير الماضي بتوقيع اتفاق تمويلي لمشروع رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بابو رواش بقيمة 150 مليون دولار من بنك التنمية الافريقي وسندوق افريقيا تنمو معا اتابع لمجموعة بنك التنمية لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي اتابع لوزارة الاسكان معالجة مياه الشرب واحدة من اولويات الحكومة المصرية خلال الوقت الحالي خصوصا ان مصر بدأت تدخل فعليا في مرحلة الفقر المالي الشغل الكبير اللي بتعمل على محطة ابو رواش لمعالجة مياه الشرب اللي تعتبر تاني اكبر محطة في مصر بعد محطة الجبل الاصفر بيحسن من حياة ناس كتير جدا من وزارة الاسكان فريد ادوار سي تي في